عندما بدأت إسرائيل بعملية السيوفة الحديدية للرد على السابع من أكتوبر رفعت شعار القضاء على حركة حماس هي لا تحمل أو ترفع نفس الشعار ضد حزب الله اللبناني هي تريد القضاء على قدرة حزب الله أو التقدم بالمسافة التي نتحدث عنها باتجاه النهر الليطاني لكن بما أننا اتفقنا أن الأمور ممكن أن تتسع بشكل أكبر ألا تعتقد ممكن هذا الشعار أن يتغير من قبل إسرائيل وفجأة تعلم بأنها تريد القضاء على حزب الله اللبناني هل ترى بأن هذا قد يكون مرحلة أخرى ممكن أن نراها بكبر إسرائيل يتغير من ثلاث حالات عزيزي الأول إذا تدخل الجيش السوري أو الميليشيات حتى لو تدخلت الميليشيات الإيرانية أو الموالية لإيران في الأراضي السورية ردا لجميع حزب الله إبان الحرب في سوريا هذا قد يتم التعامل معاه بمعيار مختلف من تدخل الجيش السوري أنا شخصيا أستبعد وأعلم أن هناك ضغوط إيرانية غير مسبوقة على سوريا بمعنى على النظام السوري على الرئيس السوري على أركان القيادة الأمنية الاستخبارية العسكرية في سوريا ولكن أعتقد أنه القرار السوري سيكون عدم الدخول في هذه المعركة لأسباب كثيرة سريعا أقول من مؤشراتها بايدن لم يجدد لقيصر قانون العقوبات قيصر وبايدن لم يدعم جهود المعارضة السورية باستمرار مقاطعة وعزل الإظام السوري بمعنى السماح لإعادة تأهيل التطبيع العربي السوري فهذا معناه كبير جدا الموضوع الآخر عزيزي تقدم المفاوضات التركية السورية في قاعدة حماميم يعني تحت أنف ودراية ومباركة الروس يتم التقارب التركي عضو بالنيتو مع سوريا فهذا الأمر يشير إلى أن التدخل السوري الرسمي مستبعد كليا ماذا يبقى؟ يبقى العامل الثاني الخطر هو أن تقوم فصائل عراقية موالية لإيران بالتدخل وأتمنى أن لا تسمح لها الحكومة المركزية في العراق لأن ذلك تعريض لأمن العراق الوطني والقومي للخطر هذا الاعتبار الثاني الثالث هو أن تقوم إيران كما تصرح بدعاياتها خاصة في إطار الحملات الانتخابية الانتخاب رئيس خلفا للراحل رئيسي الذي علامة استفعام كبرى ما زالت قائمة حول ملابسات سقوط أو إسقاط الطائرة إذا تدخلت إيران كما تعد للدفاع على حزب الله فهي ستكون بامتياز حرب إقليمية سواء وافقت أمريكا بايدن بدعم إسرائيل أم لا إسرائيل ستضرب لأنها ستكون قضية مصيرية شخصيا أستعمل ذلك أعتقد ما يجري سيتم إنضاج بشكل أو بآخر اتفاق الترسيم البري وسيكون المخرج أن قرار وقفة الوقت النار قد تم عمليا في غزة وبالتالي تسقط مقولة الدعاية الإيرانية بأن الأمر مرتبط بوحدة السحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر